كتعاني من ألم المفاصل من الألم في العظام ديالك كتمشي بعض الخطوات ورجل ديالك كتفشل كتعاني من الروماتيزم كما كنقول لي حنا يعني العظام ديالك كلهم كلهم كيمشيوا كما كنقولوا يتضربوا عليك فاليوم أجبت لكم أحسن وصفة لعلاج ألم المفاصل أو مشكل الروماتيزم اللي تكون عند أغلبية النساء في الوقت البرد يعني كيزيدي كتار كيولي وتيهابات كتار إلى لبنات اللي عندك صدع شوية كيولي بزار فاليوم أجبت لكم أحسن وصفة هذه ربانية لبنات مليون في المئة بالبصل أولا بالبصلة اليوم ما تخلصي لي من هاد شي كامل البصلة لعلاج ديالها ولا الدواء ديالها غزال كي يحمقها لبنات طبيعي مليون في المئة بلا سيروات بلا فانيد بلا لأنو صبر كلها بزاف منكم قلتوا لي يا راه تقهرنا بكترس كل مرة وسيرواجي عن الطبيب خلص نطبي الحال الفلوس في كل مرة تمشي تشوفيه أو لا تزوريه كذلك الأدوية اللي تيخرج كل مرة تيخرج دوايات في شكل أو لدوايات جديدة على الآخرين أو على السابقين طبيعي الحال كنقوف دوامة أننا نفقوا الفلوس مشي وغدين جيين عن الطبيب فاليوم ما جبت لكم دوا عربي حدا لاغوست هدي ديال جدة ديالي لأنو كنت وعدتكم في واحد الفيديو قبل بقتجيت معاكم وعجبكم وقلت لكم إن شاء الله غنجيكم بوصفة وحد أخرى ديال الجدة ديالي لأنو الجدة ديالي دائما الوصفات العربية تقليد ديال أصيله وملكة ديال ما كديرش حاجة وحد أخرى يعني كتبقى تتخدم الوصفات ديال البصلة ديال بزاف بزافة الوصفات عنده إن شاء الله دي ما غنبقى كل مرة نشارك معاكم أكده الجديد تمنى هدلا فيديو يعجبكم ويلقاء إقبال والقناة جاح وتفجروا الفيديو باللايكات باشا كده تزيدوا الدعمونا وتشجعونا على المزيد من تقدم إن شاء الله ونجاح في القناة والبنات لي ما زالي ما مشتركينش في القناة شنو كتسنورة يوميا تنزلوا دي فيديو زوينين فابطول تحتوشتركوا مرحبا بكم فعلوا زي الجرس خليبنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو تبغيو تشوفو في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجية شنو ما الموادع اللي تبغوني نتكلم فيهم بطبيك حل بالناس أيام موضوع ويسجي تبغوني نتكلم فيه فأنا راه الإشارة وعلى بركتي الله همشي باش نتعرفو على المكونات ديال الوصفة طريقة ديال التحضير طريقة ديال الاستخدام والاستعمال المهم لبناس أول حاجة غنحتاجوها هي البصلة البصلة دواء مفيد لبزاف ديال المشاكل منهم كتنبت الشعار كتعالج لبزافت المشاكل في الجسم فليوم غنضيروها لعلاج مرض الروماتيزم أولا ألم المفاصل أولا كلي 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 كتقول لي أنا ما كنقدرش نقلس بكثرة ما الدهر ديالي أو التنيا عاطياني الحراق والحراق مما بنية نقوله الحراق رماشي الحراق العادي البسيطرة كنقولو حراق ديال المعقول فغدهني لي هاد الوصفة هادي ديال البصلة وترديع لي الأخبار سوى بتاليكم بمكونات أساسية من طبيع الحل هي البصلة وتانوية لحتي هم بساط ورخص طبيع الحل في منجي نقدم ليكم بشي وصفة عرفوها بساطة ورخصة لانه ما كان مشيش من طبيع الحل وصفة الغليل لأنه تمام سوف يكون باهد وحنا ماشي في المقدورات ديال هادي الأسمين يعني مغناش حاجة فى المتناول ديال الجامي على بركة الله دفاء مشيو واشن تعرفو كما قلنا بس لوم الأحسن لبناء تكون هادي الحمرة لا تكونش البيضاء لأنه البناء البيضاء زوينة ولكن ما فعالاش هاد الحمرة البناء تفعال مية فالمية فاغير سوف نحتاج ان شاء الله نحتاج بإذن الله إلى خل التفاح خل التفاح منافعه كثيرا 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 بزاف وخصوصا لعلاج المرض السيلوليت يدك العرق و يدك الخطوط في الرجلين وكذلك زوين حتى الألم المفاصيل أو الهاشاشة خل التفاح و الزيت البلدية تحتاج كمية سكينجبير أو زنجبي بالنسبة للبنات تحتاج كمية سكينجبير أو زنجبي تحتاج كمية سكينجبير أو الخرقوم البلدي و من غير أن تدريه في وصفات الدن فنسحك أن تدريه في المرقى و طويجين و شهيوات تحتاج كمية سكينجبير تحتاج طريقة التحضير طريقة التالية نضع البصلة بصل كل منافع يجب أن يكون منافع و نصحك به تبقى و طيبوا به بشكل كبير يعني عوض مثلاً ما تدريه بصلة و حتى فتاجين فتدري جوج البصلات لأنه المنافع كثيرة نضع البصلة حمد لله و نستخدم الحكاكة و من الأحسن نستخدم الحكاكة حتى يخرج البصلة في الماء لأنه يمكننا الحكاكة الغليضة لا تخرج البصلة في الماء طريقة سهلة هذه الضغية تصوبها الجدة و هي ماشي للأكل هذا البصلة للدهن و ممكن البنات اللي مازال باغين يدي باغين وصفة للأكل اللي علاج هشاشة العظم كتبوا لي اياه في تعليقات انكم باغين لغوسيت و ان شاء الله سأجيكم بها لأنه الجدة اللي عندها بثافة الوصفة لكي تعالج هشاشة العظم الحمد لله مني بدأت تكدير هدو الوصفات كما كنا نقولو احنا العربية ولا دي العرب فما بقتش كتعاني لمن هشاشة العظم لم تشي مشكل الحمد لله دائما وصفات زمان ستكون ناجحين مليون فالمية عكسد الوصفات الآن كما نقولو الشبابية فما تكونش ناجحة مليون فالمية ولكن الوصفات السفان ذي العقسة زمان الجدوات جاراتنا وحباباتنا والناس الكبار كيكونوا ناجحين نقوم بسلطة نكتفي تقريبا بهذه الكمية نقوم بسلطة نقوم بسلطة نقوم بسلطة نقوم بسلطة نقوم بسلطة وعصر البصلة تبارك الله يالبناس حرقني في عيني لأنه نبصلها حارة وكما نقول لكم دي ما نبصل للحمراء الزوينة وغزالة عكس عكس نبصل للبيض قبل البناس نأخذ سكينج بير كما قلنا سواء الباودر أو الطازج بحال بحال سوف نغسلوه مزيان ونقى وقبشروه أو لحكو في الحكاكة سنأخذ شوية الكوركم نضيف خلدين تفاح نضيف خلدين تفاح بالنسبة لخلد نافع بالنسبة لخلد تفاح منافع نزيد شوية ديال سكينج بير كمية البنات تبقى اختيارية على حسب كل وحدة فينا والكمية اللي كتبي تحتفظ بها اللي كتبي تحتفظ بها اللي كتبغير تديرها ديك الساعات وصافي ويمن الأحسن تديري كمية كثيرة وتحتفظي بها من الأحسن نديروا دفا الزيت البلدية ولا زيت الزيتون هاي ما يلقى هادي البنات الزيت الزيتون او الزيت البلدية هانتمو الوصفة هكذا يجيشكيل ديالها بعدما عليك إلا تطبيقها بهذه الطريقة هادي ناخذ كمية منها هانتمو وكتدهنيها على البلاسة اللي فيها لألم ديال المفاصل او لهشاشة ديال العظام والاصداع او اي مشكل عندك فدهنيه بهذه الطريقة هادي وخليها تقريبا لبنات ساعة او ليلة كاملة وخسليها بصحتك وراحتك ديال الوصفة ديال الجدة ديالي بالبصلة والخلد التفاح وزيت البلدية او لزيت الزيتون الكوركم ووسكين جبير هاتش اللي فيها كما قلت لكم لو بيتوا وصفات ديال المكلة لانو كير بعد الناس او بعد النساء كيف يفضلوا الوصفات ديال الاكل يعني كتقول لك بيتوا وصفة لنكلها يعني باش نعجي بها شاشة العظام ما بغيناش غير الدهن بوحد يسوفو ان شاء الله غير خليوها نفتعليقات وحاولي تفجري هاد الفيديو باللايكات يعني انت هي القزالة ديال اللي كنتشوفي فيها دابا فبدعمينا بوحد لايك باش هكذا حتى احنا نزيدو كما نقولو نشجعو ونشوفو بزاف ديال اللي لايكو نفرحو ونسعدو ونزيدو ونخدمو كتر الحمد لله اي او يو ما علي يوم كنزيدو ونقلبو ونبحثو علاج جديد فين ما كنجيبوه حتى لعندكم فما تنسوناش البناس باللايك الدعاء ديالكم في الكومنتر للايك ديالكم هاد الفيديو والاشتراك ديالكم طبيعي الحال في القناة والناس اللي يقولو لي كيفاش غنديرو حتى نباتو بها وهي في حالا كده يعني غادي سعمر لينا الفراش فمطبيت الحال غا تاخدي السلوفان او النايلون او غادي تلفي على البلاسة اللي اللي فيها هادك المشكل وغادي تخلي تقريبا غوثات لنهار كأن ليلة كاملة نهار الاخور غادي تتحيدي داك السلوفان وتوصل لها مزيان اللي يبقوا عندك بعض ليطاش ديال الكوركم لانو الكوركم كيلسق شوية كيبقوا دوك تسبو غازة دياله فمعليك إلا تاخدي القنينة ديال ما ديال ورد ترشيه عليها وها هو مشامن بالبنسب خمسة ديال طقيق يعني هذه طريقة ولا أستيوس زوينة ناسيحة نسحبها اي وحدة لانو وصفت الكوركم كتير وتبرك الله الكوركم هنا في دياله كتيرا فمني كنديروه في الوجه ولا في اليدين ولا في البرتين يعني كيبقوا لنا بعد ليطاش ديال كوركم فباش يحيدوا معليك إلا أنك تاخدي المادية الورد وترشيه والدهني بقطينة وها هو مامشوا يعني السوق بلاسة اللي يمشيوا هذا ما كان هذا الشي اللي كان بخصوص هذا الغوصات ديال يومالية كيما قلنا لعلاج المشكل ديال لألم المفاصل وفي الرقبة جاعة لبنات الأغلبية تكون كذلك صداع في الرقبة يعني الرقبة ديالك سواء خدمتي غير في البيت ديالك مشيتي للسوق وجيتي كي بداء العنق ديالك يحرقك فحتى هذا لغو سدر في أي بلاسة ماشي غير في الرجلين أو غير في اليدين للبنات أو غير في تحت الظهر لا كدر في أي بلاسة عندك فيها مشاكل دهنيها كيما قلنا بهذه الطريقة هذي سهلة كل اللي قبل ما تنسي أولا جوجت المرات في النهار إلي عندك مشاكل كثيرة وبسحة مراحتكم ما تنسونا شمال اللي اللايك ونتلقى معكم في فيديوهات مقبلة إلى الليلة